استعدوا للثلج قبل الاستعداد للحرب مناظرة برلمانية ساخنة وزيرة المناخ تنجو من السقوط ومخدرات في البرلمان مبادرة S.A. مابلر ضد الغلاء اهلا ومرحبا بكم الى نشرة اخبار الكمبيس معكم ريم لحدو ان كنا لا نستطيع مواجهة عاصفة ثلجية فكيف سنواجه الحرب انتقاد حاد وجهته زعيمة المعارضة ماجدلين اندرشون لرئيس الوزراء ألف كريسترشون في البرلمان اليوم مناظرة حادة بين قادة الاحزاب البرلمانية شهدها البرلمان اليوم وتناولت ابرز القضايا التي اثارت الجدل في البلاد مؤخرا وبينها الاستعداد للحرب وتداعيات موجة الصقيع رئيسة الاشراكيين ماجدلين اندرشون انتقدت الحكومة لعدم قيامها بما يكفي لتجهيز السويد كما انتقدت تقشف الحكومة متحدثة عن وضع طارئ يعانيه قطاع الرعاية الصحية رئيسة اليسار نوشي دادكوستار وجهت انتقادا مماثلا معتبرة ان الحكومة تضحي بالمسنين والحوامل والاطفال والمصابين بامراض خطيرة كما تضحي بسلامة وامان المواطنين من اجل خصخصة الرعاية الصحية تدريجيا رئيس الحكومة رد بالقول ان حكومته تنفذ استراتيجية تاريخية لاعادة تسليح وتجهيز البلاد بما فيها تعزيز الدفاع المدني مشيرا الى ان حكومته تسلمت الحكمة بمعدل تضخم مرتفع جدا كريسرشون دعا المحافظات والبلديات الى تحمل مسؤولياتها مشددا في الوقت نفسه على ان حكومته مستعدة لبذل مزيد من الجهود المناظرة شهدت جدالا حادا بين ابا بوش ومكدلينة اندرشون بعد ان قالت وزيرة الطاقة انها اجرت مفاوضات بناء حول السياسة النووية مع مسؤول في الحزب الاشتراكي لترد اندرشون بتكذيب الوزيرة الامر الذي دفع بوش للانفعالي ومغادرة القاعة في البرلمان ايضا نجت وزيرة المناخ السويدية رومينا بور مختاري من تصويت لحجب ثقة عنها احزاب الوسط واليسار والبيئة فشلت في حظ الاغلبية المطلوبة لاسقاط الوزيرة ستة وستون نائبا فقط صوتوا لصالح حجب الثقة عن الوزيرة بينما يتطلب الامر اصوات اكثر من نصف اعضاء البرلمان نواب الحزب الاشتراكي اكبر احزاب المعارضة اختاروا الامتناع عن التصويت فيما وقف نواب الاكترية الحكومية خلف الوزيرة الوزيرة قالت في بيان ان تصويت البرلمان يظهر وجود تفويد واضح لسياسة المناخ التي تتبعها الحكومة كما يظهر قساما كبيرا في صفوف المعارضة وردا على الانتقادات ضدها والشكاوى بحقها لدى اللجنة الدستورية قالت بور مختاري انها معتادة على ان تكون شخصية مثيرة للجدل مؤكدة انها عنيدة جدا بينما كان قادة الاحزاب السويدية يتجادلون حول القضايا الاهم في البلاد كشفت صحيفة افتوم بلادت عن وجود بقايا كوكايي في دورات المياه التابعة لمكاتب اربعة احزاب برلمانية الامر الذي اثار ضجة في البلاد الصحيفة اجرت اختبارات في دورات المياه التابعة لمكاتب الاحزاب في البرلمان باستثناء حزب المحافظين واكتشفت وجود بقايا المادة المخدرة لدى اربعة احزاب هي الليبرالي والاشتراكي واليسار واس دي وبعد الفضيحة اعلنت ادارة البرلمان انها ابلغت الشرطة وقال المسؤول عن الامن في البرلمان ان ادارته تأخذ الامر بجدية كبيرة لانه لا يمكن القبول بنشاطا اجراميا في مبنى البرلمان قيادات الاحزاب عبرت عن صدمتها وقالت انها تأخذ الامر على محمل الخطورة لكنها لفتت الى ان دورات المياه تستخدم من قبل زوار المكاتب ايضا رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي ابا بوش قالت ان للامر رمزية كبيرة ويجب الحفاظ على اعلى مكان لصنع القرار في السويد خاليا من المخدرات ترحيل اربعمائة وستة وثمانون عراقيا منذ مطلع العام الفين وثلاثة وعشرين حتى اليوم وافقى ارقام مصلحة الهجرة السويدية المكتب الصحفي في المصلحة قال للكومبيس ان بين المرحلين ثلاثمائة واربعة وستين شخصا عادوا طواعية ومائة واثنين وعشرين برفقة الشرطة وكانت السلطات السويدية بدأت سبتمبر الماضي ترحيل العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم للمرة الاولى منذ وقت طويل حيث كانت السلطات العراقية ترفض استقبال المرحلين رغما عن ارادتهم في حين يبدو ان ذلك قد تغير وعن عدد العراقيين المقرر ترحيلهم الآن قالت مصلحة الهجرة ان هناك بالمجمل 1170 ملف عودة مفتوحا بينها 520 ملفا قابلا للتنفيذ حاليا ورفضت المصلحة الحديث عن اتفاق بين السلطات السويدية ونظراتها العراقية لاستقبال المرحلين قسرا مكتفية بالاشارة الى مذكرة تفاهم وقعت مع بغداد في العام 2018 وتكثيف التعاون خلال العام 2023 الحكومة السويدية عملت منذ تشكيلها العام الماضي على تشديد سياسة الهجرة وكلفت مصلحة الهجرة بتكثيف العمل على ترحيل من رفض الطلبات اقامتهم في السويد وتشجيع عودتهم الى اوطانهم عدد قياسي من النساء التي تصلنا بخط الدعم والحماية من العنف في السويد الخط تلقى العام الماضي عددا من الاتصالات هو الاعلى منذ تأسيسه قبل 15 عاما موظف خط الدعم جاب على 135 مكالمة يوميا في المتوسط بزيادة قدرها 10% عن العام الذي سبقه وكان الرقم القياسي السابق لخط الدعم في العام الاول من انتشار جائحة كورونا 2020 عندما تم الرد على ما متوسطه 128 مكالمة يوميا خط الدعم يدار من قبل مركز حرية وامان المرأة في جامعة اوبصالة والمستشفى الاكاديمي في المدينة بتكليف من الحكومة السويدية وبدأ عمل الخط في العام 2007 لتقديم الدعم والمشورة للنساء التي تتعرضن للتهديد او العنف او الاعتداء الجنسي وكذلك لاقاربهن واصدقائهن كما يقدم الدعم للموظفين الذين يعملون مع ضحايا العنف داخل مؤسسات الرعاية الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية نشرة احبار الكمبيس دمتم بخير مبادرة اس اي مابلر ضد الغلاف